مرحبا بكم إلى الحرة الليلة تغطيتنا مستمرة للحدث التاريخي في واشنطن توقيع اتفاق إبراهيم بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين إذ وقع رسميا كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين التنياهو وكل من وزيري خارجية الإمارات عبدالله بن زايد والبحرين عبداللطيف الزياني على اتفاق السلام والتطبيع خطوة وصفها جميع الأطراف المشاركة بأنها خطوة تاريخية نحو شرق أوسط جديد من إعم المنطقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن دولا عربية أخرى ستنضم قريبا لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل مؤكدا أنه سيتم متبادل السفراء بين الإمارات وإسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة نحن هنا اليوم لتغيير مسار التاريخ بعد سنوات من النزاع والحروب بفضل شجاعة إقادة الدول الثلاث اتخذنا خطوات من أجل المستقبل ومن أجل كل الأديان خلال عقود مضت لم يكن سوى اتفاقيتين سلام بين إسرائيل ودول عربية الآن حققنا اتفاقيتين في شهر واحد إسرائيل والإمارات والبحرين ستقيمان سفرات بينهم وستقيمان علاقات دبلوماسية بالإضافة للتعاون بينهم في قطاعات كبيرة كما أن اتفاق إبراهيم سيمنح للمسلمين من العالم الفرصة للصلاة في المسجد الأقصى الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قال إن بركات اتفاقيتين السلام التي وقعتها في البيت الأبيض بين إسرائيل ودولة الإمارات ومملكة البحرين ستحل على شعوب الدول الثلاث على أمل أن تنهي مستقبلا الصراع العربي الإسرائيلي هذا يوم تاريخي لأنه يحمل فجرا جديدا للسلام ولأنه يجلب الأمل لجميع أبناء إبراهيم شعب إسرائيل وأنا نعرف تماما تكلفة الحرب بركات السلام الذي نحققه اليوم ستكون هائلة وستشمل دولا عربية أخرى ويمكن في نهاية المطاف أن ينهي النزاع العربي الإسرائيلي للأبد وبركات السلام الاقتصادية ستشعر بها المنطقة وستصل إلى كل مواطن من مواطنين وهذا السلام ليس سلاما بين قادة وإنما بين شعوب إسرائيل والإمارات والبحرين ونحن جميعا عازمون على الاستثمار في مستقبل من الشراكة والرفاهية والسلام قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أن اتفاق إبراهيم سيكون له أثر في كامل المنطقة وسيغير قلب الشرق الأوسط مضيفا أن كل خيار غير السلام يعني الحرب والدمر الوزير أضاف أيضا أن مبادرة السلام هذه لم تكن ممكنة لو لا جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم فكرا جديدا سيخلق مصار أفضل لمنطقة الشرق الأوسط في معاهدة السلام هذه تعد إنجازا تاريخيا لكل من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل ودولة الإمارات لن يتوقف أثرها الإيجابي بل إننا نؤمن بأن ثمارها ستتعكس على المنطقة بأثرها فكل خيار غير السلام سيعني دمار وفقر ومعاناة إنسانية إن هذه الرؤية الجديدة التي بدأت تتشكل باجتماعنا اليوم لمستقبل منطقة مليئة بالطاقات الشابة ليست شعارا نرفعه من أجل مكاسب سياسية فالجميع يتطلع إلى خلق مستقبل أكثر استقرار وازدهار هذا ومرت العلاقات الإسرائيلية الخليجية بمراحل تقارب يرى كثيرون أنها مهدت لتوقيع اتفاق إبراهيم للسلام في البيت الأبيض اليوم أرست الزيارات الرسمية وغير الرسمية المتبادلة التي بدأت منذ عقد ونيف جسورا لتبادل الأفكار والرؤى والعلاقات بين الجانبين ولكن وطيرة التقارب ارتفعت بسرعة في السنوات الأخيرة فيما قد يؤشر إلى تغير في شكل الصراع الجاري في المنطقة لم يكن عصف النشيد الإسرائيلي في بطولة جراند سلام في أبوظبي للجودو وسط حضور غير مسبوق في دولة خليجية لوزيرة الرياضة الإسرائيلية أنذاك والنقل حاليا ماري ريجيف سوى مؤشر على تحول تعيشه الدول الإقليمية في نظراتها نحو إسرائيل وتذهب تحليلات بعض الصحفيين الإسرائيليين والعرب إلى أن زيارة ريجيف التي شملت مسجد الشيخ زايد بن سلطان أرست إحدى اللبنات الأولى لاتفاق إبراهيم للسلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والذي يوقع الثلاثاء في البيت الأبيض وشكلت زيارة الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز لقطر عام 96 والتي أرست أسس التعاون التجاري المتبادل بين البلدين باكورة الانفتاح الإسرائيلي على دول الخليج ولكن وطيرة الانفتاح تكثفت بقوة في العوام الأخيرة مدفوعة بما يراه كثيرون مؤشرا على غلبة حسابات الجغرافيا في هذه الدول متمثلة في التهديد الإيراني على أي حسابات أخرى وشكلت زيارة اللواء المتقاعد في الاستخبارات السعودية أنور عشقي لإسرائيل في 2016 تحولا مفصليا وهو الذي اشتهر بوصفه إسرائيل بالعدو المضنون وإيران بالعدو المضمون وتكررت لقاءة عشقي بالمسؤولين الإسرائيليين السابقين في واشنطن خلال السنوات اللاحقة غير أن العام 2018 شكل نقطة التحول الرئيسة في التقارب الإسرائيلي الخليجي فقد كشفت إسرائيل في فبراير من ذلك العام أنها أحبطت مخططا لداعش لتفجير طائرة ركاب تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية أثناء سفرها من سيدني إلى أبوظبي وبعدها بأشهر وتحديدا في أكتوبر حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بشكل مفاجئ في سلطنة عمان في أول زيارة له إلى بلد عربي لا تربطه بإسرائيل علاقات وجاءت ورشة المنامة للسلام الاقتصادي التي استضافتها البحرين في صيف 2019 لتداعم هذا التقارب تقارب يستند إلى مفاهيم متغيرة لوجه الصراع في المنطقة حيث يبدو الحديث عن مفهوم الأرض مقابل السلام أشبه بذكرى بعيدة ويرسخ التهديد الإيراني دعائم السلام من أجل السلام ينضم إلينا مباشرة في هذا الحوار من واشنطن تيدور قطوف السفير الأمريكي الأسبق إلى الإمارات وسوريا ومعي من المنامة جمال بو حسن النائب السابق بالبرلمان البحريني ومن القدس حسن كعبية المتحدة باسم الخارجية الإسرائيلية مرحبا بكم شكرا جزيلا لتلبية الدعوة سأترك المجال بكل تأكيد لمدة ثواني قليلة لكل منكم للتعليق على حدث اليوم حتى ننطلق بعدها إلى الأسئلة أبدأ مع حضرتك أستاذ ثيودور هالمشهد اليوم يذكرك بالأحداث الكبرى الكثيرة التي ربما شاهدها مسار السلام العربي الإسرائيلي نحن نتكلم عن مدريد أوسلو وهذه عربة وهذه الاتفاقات هالمشهد اليوم هو مشهد مشابه نعم من دون شك ما حصل يذكرني بالعام 1979 عندما تم توقيع الاتفاق بين مصر وإسرائيل مع السادات وبيغن في البيت الأبيض وكذلك الاتفاق بين الإسرائيليين والملك الحسين في نهاية التسعينيات من القرن الماضي ولكن مصر والأردن كانت على حرب مع إسرائيل ولكن الإمارات والبحرين لم تواجه إسرائيل عسكريا أبدا وبالتالي الأمر لا يتعلق بالضرورة بمعاهدة سلام بل بالمباشرة بعلاقات ديبلوماسية شاملة تسبح وبالتوسل الاتفاقية اقتصادية وغيرها وطبعا هناك إيجابيات بالنسبة للبحرين والإمارات في أكثر من مجال ولكن على وجه الخصوص من الناحية المتعلقة بأمنهم حيال إيران سنتطرق بعد قليل إلى قضية مفهوم السلام بشكله الجديد بأنه هل خرج من الإطار التقليدي وتغير مفهومه وتعرفه بأن السلام لا يعني حالة الأحرب سنتطرق إلى ذلك بعد قليل أرحب ببقي ضيوفي أستاذ جمال أهل بيكين كان لديك تعليق سريع على حدث اليوم رجاء أن تفضل بذلك وما هي الرسالة من أن البحرين والإمارات وقعتا الاتفاق ومباشرة العلاقات باليوم ذاته ولم يكن هناك يوم منفصل مثلا للإمارات مختلف عن ذلك الذي كان أو من المفترض أن يكون للبحرين فضل أستاذ جمال أولا نشكركم لتحتكم الفرصة لي ورحب بضيوفك الكرام في الحقيقة هذا اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة للسلام العالمي وللمنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام فالتوقيع الاتفاقيات اليوم يضع لبنة أساسية لمستقبل زاهر ومستقبل مثري لكل شعوب المنطقة نظرا لأن أي عملية سلام معناها التطور والنماء والتحديث وفتح علاقات جديدة بين شعوب كانت الشعوب متنافرة الشعب الإسرائيلي كان قاصي نفسه والشعوب العربية كانت تعادي الشعب الإسرائيلي اليوم ستكون هناك تبادل زيارات بين الشعوب وسيقوم المسلمين بالصلاة في المسجد الأخصى وهذا طبعا بادرة من بوادر عملية السلام فبالتالي أعتقد أن عملية السلام هذه ستكون لبنة أساسية ولبنة خير في طريق السلام وفي طريق الخير تمام ومن رسالة من أن يكون للإمارات والبحرين اليوم ذاته في التوقيع طبعا الرسالة رسالة واضحة بأن البحرين والإمارات والمنظومة الخليجية عموما هي دول صديقة ودول تريد السلام وتريد العيش في أمان نظرا لأن هذه المنطقة منطقة الخليج العربي عانت الكثير من التهديدات وخصوصا من الجارة المزعجة إيران التي قامت بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية وهددت الملاحة الدولية وقامت بالتهديد بغلق مضيق هرمون فبالتالي أعتقد بأن مكافحة الإرهاب ستكون حاضرة في هذه الاتفاقية ونعتقد بأن سيكون هناك تحالف دولي مختلف بعد توقيع هذه الاتفاقية في مواجهة الإرهاب ومواجهة إيران فهذه الاتفاقية تشكل نقل نوعية للمنظومة الخليجية بالانفتاح على دولة إسرائيل وكذلك إسرائيل ستستفيد من الإمكانيات سواء الإمكانيات الطبيعية أو الإمكانيات الاقتصادية وانفتاح الأسواق على الدول الخليجية أرحب بك أستاذ حسن كعبي المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية تفضل بالتعليق على هذا الحدث باختصار أيضا وهل ستتغير السياسة الاستراتيجية أو السياسة الإسرائيلية الخارجية بعد هذا التوقيع هي في المحيط العربي اليوم هل سيؤثر أو هذان التوقيعان سيؤثران على شكل والنظرة الإسرائيلية لمستقبل السياسة الخارجية لها آسف لو يرفع الصوت شوي أنا مش سامع طيب هل تسمعني بوضوح الآن؟ أولا مساء الخير ورحم في ضيوفك في الآخرين نعم هذا السلام شجعان سلام إنجاز كبير هذا يوم تاريخي للعرب وليسرائيل يوم تاريخي سيؤدي لتغيير كبير ليس فقط لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين ولكن للشرق الأوسط جميعا هذا الاتفاق أو أنه سيكتب في كتب التاريخ للأجيال القادمة لأنه بالنسبة لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين بأكمله للتفاقية السلام اللي ختمت قبل ساعة أو ساعتين هذا يستطيع ساهم إلى استقرار أمني في منطقة الشرق الأوسط واستقرار اقتصادي ومنفعة ونافعة لجميع الدول العربية طيب ماذا عن شكل السياسة الخارجية الإسرائيلية هل سيؤثر هذا بمسار السياسة الخارجية الإسرائيلية اليوم هذا اليوم التاريخي هل سيؤثر بمسار الخارجية أو السياسة الخارجية الإسرائيلية أستاذ حسن نعم التاريخ الحدث اليوم هو تاريخي اليوم يبدأ التغيير اتجاه الدول العربية من ناحية الاستراتيجية ومن ناحية تقرب الدول العربية لإسرائيل عملنا وصنعنا سلام زي ما تفضل ضيوفك في عام تسعة سبعين مع مصر أم العرب وبعد ذلك مع الأردن والآن نحن في التغيير وفي اتفاق سلام مقابل سلام مع الامارات العربية المتحدة والبحرين وكما صرع وزير الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورئيس البيئات المتحدة ترامف أن هناك دول عديدة من دول الشرق الأوسط ودول أفريقيا أيضا إسلامية وعربية ستنضم إلى دائرة أو إلى حلقة الدول التي تريد سلام وليس دمار تمام أستاذ ثيودور قبل قليل حضرتك ترقت قضية يعني أنه لا يوجد حالة حرب هناك يعني لي لربما توقيع اتفاق السلام اليوم يوصف الاتفاق بأنه اتفاق تاريخي وهذا الاتفاق الأول من نوعه الذي لا يعتبر اتفاق اضطراري ليوقع مع إسرائيل بالدرجة الأولى هل ستكون مختلفة وهل هي مبنية على مفهوم أن السلام ليس فقط ضمن إطار تعرفه التقليدي بأنه حالة الأحرب يا صديق العزيز السلام مع الإمارات العربية والبحرين نعم هو السلام مقابل السلام سامحني أستاذ حسن أعرف أنك تواجه صعوبة بسماعي السؤال لأستاذ ثيودور قطوف من دون شك أن تعريف السلام هو عدم الحرب مملكة البحرين والإمارات اختلفان إلى حد ما الإمارات دولة موحدة وتسليحها أفضل أما البحرين فلديها مشاكل داخلية نعرف أن القيادة هي من السنة وغالبية الشعب هم من الشيعة وإيران تحاول أن تستغل هذه الاختلافات الداخلية وأحيانا تنجح إلى حد كبير ولكن الدولتين لديهما أسبابا خاصة بها الإمارات تريد أن تكون دولة حديثة تتطلع إلى المستقبل لديها قدرات مالية كبيرة وإسرائيل لديها قدرات إدارية وتقنية أيضا ومهارات في هذين المجالين كذلك في مجال العلوم وبالتالي هناك شراكة طبيعية ممكنة بين الدولتين كذلك الإمارات تريد أن تكون لديها علاقات طيبة مع أمريكا وتعتقد أن إسرائيل تساعد في هذا المجال يريدون أن يحصلوا على طائرات F-35 وولي العهد الذي هو الذي يدير شؤون البلاد خاصة في مجال السياسة الخارجية وسياسة الدفاع يريد الحصول على الطائرة في نسختها الأخيرة قبل ذلك كانوا يريدون شراء F-16 وفيها رجوهات إسرائيلية فهناك بالطالي الكثير النقاط الإيجابية بالنسبة للإمارات وهم يهتمون أيضا بمحاربة الإرهاب لأن دبي معرض 11% من سكان الإمارات هم من السكان الأصليين والباقون يأتون من الخارج مما يعتبر مشكلة أمنية أحسنوا إدارتها حتى الآن ولكن يمكنهم أعتقد أنهم يمكنهم التعامل مباشرة مع إسرائيل وليس خلف الكواديث تفضل أستاذ جمال بوحسن بالتعليق على ما قاله وضيفنا أستاذ دور وتطرقه إلى المصلحة الخليجية أو الإماراتية تحديدا بهذا الاتفاق وهل لك أن تضيف نفس إطار السؤال السابق بأن تعريف السلام بدأ بالتغير أو بالفعل تغير اليوم في العالم العربي السلام ليس هو فقط حالة اللاحرب أولا أنا أشكر مداخلة السيد ثيودور ولكن لديه بعض المعلومات الخاطئة عن دول الخليج اسمح لي أصحح لك بعض المعلومات أول شيء أن الشعب البحريني ليس أغلبية شيعية لا الأغلبية للسنة وليس للشيعة هذا مجرد وليس كل الشيعة موالون لإيران هناك فئة مغرر بها لديها أيدولوجية خاصة بها كطائفية وهي التي تتبع إيران ولكن لدينا في البحرين شيعة مواطنين موالين لديهم وطنية عالية جدا أما بالنسبة للشعب الإماراتي فاسمح لي ليس 11% فقط من عدد سكان الإمارات لا يعني النسبة الثابتة 39% وليس 11% يعني الفرق كبير بين 39% و11% وهذا لا يسبب أي شكال بالنسبة لدولة الإمارات ولا تعاني منه دولة الإمارات بسبب أن دولة الإمارات دولة مفتوحة وتجارات مفتوحة واقتصادها مفتوحة بالتالي كل هذه الأعداد التي تأتي إلى دولة الإمارات العربية من أجل التجارة ومن أجل السياحة ولديها كذلك بيئة مفتوحة لكل الشعوب أما بالنسبة للسلام فأعتقد بأن السلام يختلف تماما عن عملية السلام المصرية الإسرائيلية أو عملية السلام الأردنية الإسرائيلية هناك اختلاف كبير نظرا لأن هذه الاتفاقيتين اليوم التي وقعتها في واشنطن ليست قائمة على لا حرب هي قائمة على تبادل المصالح بين إسرائيل ومنظوم الدول مجلس التعاون الخليجي وبالأخص بين الإمارات والبحرين فهذه الاتفاقية تختلف لأن كانت الاتفاقيات سنة 79 وكذلك اتفاقية الأردن تختلف اختلاف كل لأن هاتين الدولتين كانت في مواجهة مع إيران وتربطهم حدود مع إسرائيل وتربطهم حدود مشتركة فبالتالي اعتقد بأن عملية السلام الخليجي الإسرائيلية تختلف تماما عن عملية السلام المصرية الأردنية عملية السلام الخليجية نعول عليها الكثير بسبب أنها هي حجر الأساس مثل ما قلت قبل شوي لدخول دول عربية أخرى مثل ما قال الرئيس أو صرح الرئيس ترامب بأن هناك خمس دول عربية تنتظر فبالتالي يعتقد بأن هذه الاتفاقيتين اليوم هي فاتحة خير ونقلة نوعية لعملية السلام في الشرق أو صدواء المصالح مشتركة وليس هناك مصلحة دون مصلحة وليست إسرائيل فقط سيكون يستاذ يدور لربما وقت قليل بعد قليل في معرض إجابتها عن سؤالة الرد وتوضيح النقاط التي حضرتك أخذت حقك فيها برد أستاذ جمال ولكن نتحدث على الموضوع وكأنه وردي وكأنه لن يكون هناك أعداء ما رأيك أستاذ حسن من هم أعداء السلام في كل عملية سلام هناك دائما يرافقها أعداء السلام ما مدى قدرتهم على الصمود ما مدى قدرة نجاحهم بالتأثير على مسار هذا السلام وهو في بدايته يا أخي صديقي الشعب الإسرائيلي متحمس للسلام وردود الفعل مع التفقية السلام مع البحرين والإمارات العربية إيجابية للغاية والشعب الإسرائيلي كثير متحمس لهذا السلام وأقول لأصدقائنا أبناء الشعب الإماراتي والشعب البحريني بأن إسرائيل تريد السلام وتمد يدها لدول أخرى للسلام هناك صديقي في محورين في منطقة الشرق المسط محور اللي هو دول محتلة في هناك حروب وفي هناك دمار وفي هناك قتلة وفي هناك زازة على المنطقة ومحور الآخر مثل ما رأينا اليوم والتفقيد السلام محور الدول التي تريد السلام وتعيش بسلام مع جيرانها ومع إسرائيل من أجل أجيال القادمة ومن أجل مستقبل وإزدهار أكثر للمنطقة يا أستاذ حسن هذا الكلام بالعموم لربما لا يوجد شعب في العالم تقريبا لا يرغب ولا يرحب بالسلام ولكن إذا كان الموضوع نتحدث عنه في الجانب الداخلي الإسرائيلي هناك ناخب هناك ناخب إسرائيلي هل ينجذب الناخب الإسرائيلي إلى فكرة الانخراط الإسرائيلية مع الدول العربية هل هذه فكرة تجذب الناخب الإسرائيلي لتؤثر على قراره مستقبلا لا أعتقد هناك في الماضي زي ما تفضلوا ضيوفك كانت سلام مع مصر ومع الأردن ولصناعة السلام هم من الحزب اليميني في إسرائيل الساحة السياسية في إسرائيل في وقت كان في سلام مع الدول هاي أيدت السلام وأيدت المصار وأيدت الحكومة وأيدت إيسر الحكومة التي في أيامها بيجين وفي رابين مع الأردن لكن هذا السلام مع الدول الخليج والأمارات والبحرين هو سلام مختلف سلام ليس زي ما تفضل ضيفك أنه بين الإمارات وبين البحرين والصيد لا يوجد حدود ولا يوجد قتال ولا يوجد نزاع على أراضي لذلك السلام متقبل عند الأحزاب وأغلبية الأحزاب في الساحة السياسية داخل إسرائيل طيب تفضل أستاذ ثيو دور بالرد على ما طرحه أستاذ جمال ولكن باختصار لأنه ما قلت حضرتك هو كان يستحق الرد من أستاذ جمال ولا أود أن أضيع الوقت لربما فيه الكثير بقضية الردود وهل تتوقع أن يكون هناك دور سياسي مختلف تنخرط من خلاله إسرائيل في ملفات الدول العربية المحيطة ما هو المشترك الذي يجمع إسرائيل مع الدول التي ستوقع اتفاق السلام في ملفاتها الداخلية سؤال مين لا أعتقد أن إسرائيل تريد أن تلعب دورا في شؤون الدول العربية الداخلية أعتقد أن إسرائيل تعتبر إيران تهديدا وجوديا تهديدا لوجود إسرائيل وكذلك تشعر بعض دول الخليج وبالتالي هنا نرى المصلحة المشتركة الأساسية والتي أدت إلى تعاون بين هذه الدول قبل اليوم على الأقل مع بعض دول المجلس تعاون الخليج نعرف أن رئيس الوزراء نتنياهو وزار عمان وسابقا كان قد اجتمع مع السلطان في حينه ونعرف أن بحرين استضافت اجتماعا حول السلام الاقتصادي سارك فيه إسرائيليون وفلسطينيون ومن الواضح أن إسرائيل نجحت في وضع القضية الفلسطينية في الخلف والتركيز على المصالح المشتركة مع دول عربية كدول الخليج للتركيز على الاختصار وفي هذا المجال الخاسر الأساسي اليوم هو السلطة الفلسطينية وإلى حد أقل حماس لأنهما كان يعتقدان أنهم لديهم مبادرة السلام العربية للملك عبدالله الراحل التي تكون لمصلحتهم وقد تؤدي إلى حل الدولتين وفق بعض المعايير أساسها أن القدس الشرقية تكون عاصمة لفلسطين أشكرك سيد ثيودور أشكرك جزيلا ثيودور قطف سفير لأمريكا الأسبق إلى الإمارات وسوريا من واشنطن ومن المنامة أشكرك جزيلا جمال بوحسن أنا أب السابق بالبرلمان البحريني وشكرا أيضا جزيلا لك حسن كعبيا المتحدة باسم الخارجية الإسرائيلية وعذروني الوقت أبدا لن يكون في صالحنا في هذا الملف دائما بحاجة إلى المزيد من الوقت شكرا جزيلا لكم